اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الفهم العام 1- ما الأمر الذي أثار حماسة سال في محاضرتها الأولى؟ أن موضوع المقرر جديد عليها فهو يعنى بنقل التعلم من الصف المدرسي لبيئات متجددة خارج أسوار المدرسة 2- ماذا اقترح الأستاذ أندرسون على طلبته ولماذا؟ أن يتكفل واحد منهم بإحضار وجبة خفيفة ليتشاركوها كل أسبوع 3- أذكر ما فعلته سال عندما بدأ زملائها بتناول الوجبة التي أحضرتها قفزت بجانب الصفورة وعرضت خريطة لبلدها الحبيب عمان 4- وضح العلاقة بين عنوان الدرس والفكرة العامة بيعكس عنوان الدرس الفكرة العامة للنص ويعطي فكرة عن المحتوى الذي يتناوله الدرس 5- المعجم والدلالة 1- املأ الفراغات في الشكل الآتي بالحرف المناسب من الداخل إلى الخارج ثم حدد اسم الخبز الذي حضرته سال لزملائها مستعينا بالكلمة المتكونة في الدائرة السفراء 3- جمع نبزة نبزات نكتبها في الدائرة 4- مضاد قارس دافئ نكتبها في الدائرة 5- معنى منفكة استمرة 6- مفرد زملاء زميل 7- مراضف يعنى يهتم 8- مضاد مختصرة مطولة نكتبهم في الدائرة بهذا الشكل 9- اسم الخبز مندازي 10- اتنين أطرق برهة ثم قال 11- ابحث في المعجم عن معنى كلمة برهة بمعنى فترة من الزمن 11- ثلاثة الجزر الثلاثي لكلمة أتدور هو 12- ألف ضورة با أضر جيم ضرر دال ضار 13- الإجابة الصحيحة هي ألف ضورة 14- حاكي العبارتين الآتيتين بجملتين من إنشاءة حافظا على ما تحته خط 14- تحلق الجميع بعفوية حول طاولة الزميلة الأسيوية 15- سوف نحتفظ بكلمة بعفوية 16- نقول 16- أجاب الطفل عن السؤال بعفوية 17- وأبت نفسي إلا أن أتعامل مع الموقف بما تمليه علي ثقافتي العربية 18- سوف نحتفظ بكلمة وأبت وتمليه 19- نقول 19- وأبت الأم إلا أن تتعامل مع أبنائها بما تمليه عليها مصلحتهم 20- وصفت سال الجو في جماعتها بكندا وقالت 21- الشتاء قارس الجو رماضي كالعادة 21- والمطر منفك يغطل بغزارة في الخارج 22- قاعد كتابة الجمل السابقة بوصف الجو السائد في مدينتك 23- الشتاء معتدل البرودة والجو صاف غالبا والمطر خفيف 24- المناقشة والتحليل 25- واحد 26- لماذا ترى سال أن التعريف بنفسها واهتماماتها الشخصية مهمة صعبة وما رأيك في ذلك؟ 26- لأنه ليس من السهل أن تتحدث عن نفسها أمام مجموعة من الغرباء 27- اتنين اطمأنت سال عندما علمت أن دورها صادف الأسبوع الخامس بين السبب 28- لأن هذا سيمنحها وقتا للتفكير فيما ستعده ويتاح لها أغز فكرة عما يفضله الجميع من وجبات 29- ورغم أني أتفهم ظروف زملائي وأدرك ثقافة الاكتفاء بالقليل 30- تشير عبارة الاكتفاء بالقليل في النص إلى 31- التواضع أم القناعة أم الخجل أم الفقر 32- الإجابة الصحيحة هي القناعة 32- ما سبب شعور سال بخيبة الأمل مع أنها تؤمن بثقافة الاكتفاء بالقليل؟ 33- بسبب شعورها بالجوع والجو شديد البرودة والمحاضرة تمتد لساعات 34- هل ترى أن ثقافة الاكتفاء بالقليل مناسبة في كل الأحوال؟ 35- وضح رأيك 36- بتكون مناسبة في كثير من الأحوال ولكنها لا تكون مناسبة في بعض الحالات التي تتطلب سعيا أكثر لتحقيق أهداف أكبر 36- أربعة 37- تعكس الوجبات التي أحضرها الطلبة ثقافة كل منهم وضح ذلك 38- بتعتمد الشعوب غير العربية على ثقافة الاكتفاء بالقليل 39- أما الشعوب العربية فتتصف بالكرم مع إيمانهم بالقناعة 40- كانت طلبة يفتتحون الاستراحة بعبارتي 40- مرحباً لا تتوقعوا أني آتيتكم بوليمة سال 41- ما الشعور الذي يمكن أن تسببه هذه العبارة في نفس سال من وجهة نظرك؟ 42- بيمكن أن تجعلها تشعر بالسعادة 43- لأن هذه العبارة بتشير إلى أنها فعلت شيئاً لم يستطع أحد غيرها أن يفعله 44- السمة والقرينة اللفظية 45- واحد القرينة اللفظية هنا 45- الفصل الأكاديمي الرابع عام 2017 46- قاعة الصف الدراسي 47- السمة هي كتابة تاريخ ومكان الحدث 47- اتنين مراعاة التسلسل والترتيب الزمني في كتابة المذكرات اليومية 48- القرينة اللفظية هي أتى الأسبوع الثاني سريعة 49- ثلاثة استعمال ضمير المتكلم 49- القرينة اللفظية ورغم أني أتفهم ظروف زملائي 49- أربعة سهولة اللغة مع قدرتها على التعبير 50- أخبرته أن ذلك لمن دواعي سروري ومن صميم سعادتي 50- خمسة التفصيل والدقة ونقل الحوارات 51- عندما قال أندرسون بلطف اسمعوا يا رفاق 52- ستة إظهار النقط والرأي الشخصي في بعض الأحيان 53- وأبت نفسي إلا أن أتعامل مع الموقف بما تمليه علي ثقافة العربية 54- وبهذا نكون قد انتهينا من حل التدريبات 54- ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو 55- ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة 55- وكتاب التعليق أسفل الفيديو 56- والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس 56- شكرا لحسن استماعكم 57- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 57- قطع اشتركوا في القناة